أنا والله بجده عندي سؤال وفيق يعني هو مش سؤال هو أنا عايز يعني لو سمح لي يعني يعني أقول للرئيس فخامة الرئيس عبد الفتح حسيس يا فندم هو مين يا فندم اللي عاوز يجرب مصر يا فندم؟ هو مين يقدر يجرب مصر يا فندم؟ حضرتك سيدة العرفين حضرتك قادرة مننا ويمكن في برنامجنا ده ويمكن في أكتر من موضع في برنامجنا ده يمكن الرئيس تفضل علينا بشرف المكالمة الهاتفية 3 مرات وأتذكر أنه في مرة من المرات كنا بنتكلم في حق يعني في موضوع ما دي المرة اللي الرئيس تفضل علينا أيضا بساعة و18 دقيقة من وقته واللي أنا تشرفت جدا بأن أنا فضلت واقف الساعة و18 دقيقة لأن أنا اتعلمت كده الحقيقة أنا اتعلمت أحترم الكبير واحترم المقام أنا اتعلمت كده وأعتقد أن أنا أمي أحسن التربيتي في ذلك أنا بس بقول الكلام ده بالمناسبة يعني المهم فالرئيس ما شاكم بيقول إيه فبقول له عارف يا فندم قال لي لا ما تعرفش لا ما تعرفش أنا اللي عارف أنا اللي عارف بتاعة فخمة الرئيس أنا اللي عارف لأنه الرئيس كان في مواقع قيادية كثيرة طوال مسرته المهنية أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه كان رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه كان وزير دفاع أقوى جيش في المنطقة الجيش رقم عشرة أو تسعة على مستوى العالم أنا اللي عارف بتاعة الرئيس لأنه هو القائد الأعلى لقوات المسلحة اللي هي أكبر جيش في المنطقة ورقم عشرة أو تسعة على حسب التصنيفات على مستوى العالم الرئيس عارف كويس حجم مصر فالرئيس لما يقول محدش يجرب مصر يبقى محدش يجرب مصر نتمنى أنه كل من يستمع لهذه الجملة بالتحديد يستوعب جيداً مصر يعني إيه؟ جيش مصر يعني إيه؟ تصريحات رئيس جمهوريتها وقائدها أو القائد الأعلى لقواتها المسلحة ماذا تعني؟ الرئيس لما يقول أنه مصر أبداً ما بتسمحش ما معناه؟ وهنسمعكم كلام الرئيس نصاً يعني مصر ما بتسمحش بأي شكل من أشكال الاعتداء على أشققها طيب ده معناه أنه في بعض الناس لسه مش مستوعبة كلمة مسافة السكة مسافة السكة كانت لكل أشققنا أشققنا العرب وأشققنا الأفرقى فما بالك بمثلاً الصومال شقيقة عربية شقيقة إفريقية وبنتكلم على بلد لديه تاريخ طويل جداً 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 من العلاقات الاقتصادية والتجارية والديبلوماسية لو صح هذا المصطلح مع مصر من أيام ما كانت الصومال اسمها بلاد بونت ومصر اسمها خيمت أو كيمت طبعاً أيام الملكة المصرية العظيمة والمبهرة بالمناسبة حد شبسوت فلازم هنا تقعد تفكر في إزاي الرئيس قال كده أو تحديداً قال كده ليه وهذا الكلام يذهب لمين؟ يا جماعة مسافة السكة بتاعت مصر حصلت قبل كده أكتر من مرة وحتى لا أطيل عليك أكتر مما ينبغي وحتى لا أتحدث فيه أمور لا يجب علينا الحديث فيها كثيراً لا هي مصر ما عملتش بس مسافة السكة لما راحت علشان تضرب تمركزات داعش في ليبيا ومصر ما كانتش بس مسافة السكة بتاعتها هي الخط الأحمر سرت والجيء والجفرة لا ده مصر مسافة السكة بتاعتها كانت مرة واثنين وثلاثة ومش بس في ليبيا مسافة السكة في مصر كانت على امتداد المنطقة العربية وحافظت على أمن واستقرار وسيادة الدول وحافظت على أمن واستقرار أنظمة عربية قائمة حتى الآن بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مصر نمرة اتنين وبفضل تعهد رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الأعلى لقواتها المسلحة اللي خد على نفسه عهد يقول فيه مسافة السكة